اشتركوا في القناة والرقابة والبرلمان اهلا بحدتك معي الدكتور ايمان محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة اولويات الاستثمار في الحوار الوطني يمثل الحوار الوطني ويمثل ايضا الرقابة لان الحوار الوطني يضم مجموعة من الخبراء اهلا بيك دكتور ايمان ثم استاذنا الكبير الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الاحزاب السياسية المصرية ورؤيتها في هذا التغيير وزميلي العزيز الكاتب الصحفي الكبير اقرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع يمثل الاعلام ورؤيته لهذه التغييرات حبدأ بالسياسة استاذنا الكبير استاذ ناجي الشهابي رأي حضرتك ايه في هذا الكم انا بتكلم على اكتر من مئة شخصية بغض النظر وزراء نواب وزراء محافظين ونواب محافظين رأيك ايه؟ اعظم تتشين للجمهورية الجديدة اعظم تتشين للجمهورية الجديدة اعظم تتشين للجمهورية الجديدة مجموعات مختارة بعناية كفاءات في كل المجالات مجموعة شابة امامها مهام ضخمة وضعها الرئيس في صدر خطاب التكليف اعتقد انها قدرة على انجازها وخاصة انها مدة اختبار عام لحد الانتخابات النيابية بعد الانتخابات النيابية سوف يكون هناك تشكيل وزاري اكيد يورد على البرلمان تبقى للدستور لذلك امامها سنة لكيتم انجاز كل التكليفات الضخمة لوضعها الرئيس وهي تكليفات فيها راحة للمواطن تخفي معاناة الناس فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحديث الصناعة واضافة رقع جديدة على الارض الزراعية فيها ايضا انها تتعامع كل قضايا الامن القومي وحدودنا مشتعلة من جهات الاربع دكتور ايمان عايز عايزة عايزة اسألك انت في لجنة الاستثمار كان عندكو توصيات وعندكو رؤية معينة التوجهات التي صدرت للمسؤولين رأيك فيها ايه طبعا هل دي بتزيد اللي بمئنان انت مغير اكتر من مئة شخصية انت مغير اكتر من مئة انت مغير اكتر من مئة بس انت السفيات والسيرة الزاتية بتاعت المئة اللي تخيره حاجة مشرفة ومفرحة وتدعو للتفاقل الحقيقة واهم ما يميز القصة بالنسبة لنا كحوار وطني ان التوصيات دعت الحوار وطني تم الاخذة بها في التشكيل الوزاري ودي الاول مرة عندنا ممثلين من الحوار الوطني بالتحديد دخلوا المستشار المحمود فوزي وعندنا اتنين من السادة النواب المحافظين اللي اترقوا من هيكل الحوار الوطني زيته وعندنا وزير استثمار تؤتم تعينه على اعلى كفاءة واعلى مستوى وهذه استجابة استجابة لتوسيط الحوار الوطني بالفعل الاهتمام بالصناعة ودمجها والاختيار بتاعت الشخصية كامل الوزير هذا الرجل الذي ابدأ بلاء الحسن وطن صناعة الحقيقة القطارات في مصر ومن ثم انجز في هذا الاطار وليس هناك منع ابدا ان يعني يفتح امام المجال امام الصناعة فهذه كلها كانت توصيات مرتبطة بالحوار الوطني كمان السياسات المالية وهما تحدثنا عنها فجابه بمنائب الوزير للسياسات المالية وهو اللي تولأ الحقيبة عشان يتعامل الحقيقة يعني في المرحلة القادمة شباب كثير جدا مشرف جدا وده كان احد مخرجات الحوار ايضا الاهتمام بالشباب وتمكنهم بدري وانا اشعاب لديه قدرات الحقيقة كبيرة جدا دكتور فخري رؤية حضرتك ايه وايضا هتتابعوا ازاي هذا الاداء انا عدت مع حضاتك كتير جدا انت رجل بتعوار او قلم ايوه انت رجل بتعوار او قلم ايوه بالنسبة طبعا انا يعني الكلام الجميل اللي تقال من يعني الساز ناجي الساز ناجي رئيس حزب الجيل بحاله الكلام حلو بالفعل فيما يتعلق به التشكيل الوزاري الاخ العزيز الدكتور ايمان محس بحقيقة نائب وزميل العزيز في مجلس النواب يعني قال الكلام برضو يعني يعني اضاف الى ما قيل بانه التشكيل الوزاري فيه شباب فيه عندهم خبرة ومفروض انهم خبرة عملية في نفس الوقت انا بقى اللي هقول يا فندم هقول حاجتين نمر واحد بنشكر لإيه ونحيي الحكومة السابقة طبعا لانها جات في ست سنوات منهم اربع سنة عجاف طبعا نقول لهم شكرا لاربع سنة عجاف من ساعة ازمة روسيا واوكرانيا وشالوا شيلة تقيلة بالفعل ويعني كانوا الملفات كلها يعني فيها يعني كثير من التحديات وشالوا شيلة ونقول لهم شكرا جزيلا على هذا الاداك هنا التشكيل الجديد ما فيش بقى يعني حيز للتجربة والخطأ انت جايب كتيبة هذه الكتيبة هتعبر بنا إلى تعبر بمصر وشعب مصر إلى بر الأمان يبقى هذه الكتيبة يعني معناها ايه ما فيش بقى ايه تجربة وخطأ لا عارف وجاي يعمل ايه وفي خارطة طريق هيمشي عليها وعنده الخبرة والممارسة العملية في هذه الحالة وهم في سن يعني معظمهم في سن الشباب وعشان كده بنقول احنا كلنا كشعب مصر نتطلع لهذا التشكيل انه يعني يعبر بنا الحاجة فيما تعلق بالأداء طبعا يعني الأداء في هذه الحالة عندنا البرلمان وإحنا بنراقب الحكومة طبعا الخطة ونوزنها وكان معنا الأخ العزيز دكتور عيمن ايه ده يا رجل بتحي سباب بربا بسم الله ما شاء الله عليكم طعم الاقتصاد كله قاعد هنا الفلوس كلها هنا يعني الخطة ونوزنها الخطة معناها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي دكتور راني المشار كان الدكتور هلا السعيد هي اللي بتجلنا دايما من الخطة بتاعتها واهدف الخطة والخير ونحن نناقشها ونطلع بتقرير ده بالنسبة لوزارة التخطيط يبقى معنا النهاردة دكتور راني المشار هتجلنا في اللجنة لأنها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي طب المالية كان بيجلنا الدكتور معيت هجيلك ربنا نسيب الخير هجيلك هجيلك مين بقى الأخ أحمد كوجك طيب شاب جميل جميل جدا وكان بيجي عندنا برضو في اللجنة فاحنا برضو كرقيب بالنائش ونطلع التقرير ونردها في نهاية الأمر على السادة النواب في جلسة عامة للوصول إلى يعني تقييم أداء المجموعة اللي هي خاصة بالتخطيط والعمالية العامة الوزارة تتولى المسئولية بعد إعلان الميزانية وهناك توجيه بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن اهتمام بالتنمية البشرية وأيضا الصحة والتعليم هل ممكن نرى تغير في الميزانية ولا في بنوت فيها ولا بعد ما تم الموافقة عليها التزام من الحكومة طلعا بقانون ده قانون يعني طبعا زميل العزيز صحيح دكتور قانون قانون لا تستطيع الحكومة الجديدة اللي هو هنقول بها وزارة المالية الموزنة جاية بقانون اللي هي سنة بدأت من ثلاث يام من أول يوليو بالزبط إذن فتتعامل مع الأمر الواقع بالوزن الموضوع طبعا لا لا الحرية إن هي ممكن يعني الحكومة داخل الباب الواحد سنة من بند البند داخل الباب الواحد لكن من باب إلى باب من باب الأجور والتعوضات يروح على الباب الرابع مثلا الدعم والمنح والمزاك طبعا لازم يجي لنا أي تعدلات أي زيادة في بند من البنون في الباب نفسه لقيمة المبالغ يبقى فيها الحالة لازم يأتي إلى البرلماء لازم يتطمنه برضو يا فندم ويعرفوا كمان إن في مخصصات لاستعاب ما يطرق يعني كل بند من البند طبعا في مساحات في مساحات الحقيقة طبعا موجودة لازم لازم دي تبقى بتطمننا شوي وبعدين أي تعديل موجود ما احنا كمجلس نقوم مدين هتجلنا الحكومة تاني وهتقول لازم يعتمد تاني تعديل مش للموازنة كلها لو في أمر طارق أنا بس بحب القطة الرقابية جدا عشان أنا جاي تبقى لخطة جاي تبقى لأهداف حققها وقادي الفلوس اللي عندنا وقادي الميزانية المتاحة وقادي اللي موجودة وبالتالي أنا هستغل في هذا الإطار أستاذنا الكبير والكاتب الصحفي أكرم الأصص رأيك إيه طبعا أنا وإنت شغالين أعلام بأن شوية شوية صغالين كده أنت عمرك شفت تغيير كده لا وكمان شايف أنه أنا وصفت بأنها في أخطر مرحلة يعني دي عليها ملفات خطيرة جدا والحقيقة أن الحكومة يمكن دكتور فقري بيقول أنه ما فيش مجال للخطأ أو وطبعا أتصور أنه الحكومة هتكون مطالبة خلال الفترة القصيرة أن هي تقدم برنامج واضح ومخطط والحقيقة التكلفات من الرئيس وجهها في تكليف الحكومة واضحة الأمر الثاني والمهم هو أنه في مهام عجلة تتعلق بكهرباء ومواعدت به الحكومة والطاقة وضبط الأسواق والأسعار دي ممكن تبقى الحاجات المباشرة اللي بتخص المواطن لكن فيه جزء مهم كده ملفات سياسية يعني بقدر ما هذه الحكومة مطالبة بتفاصيل تكنقراطية زي الصناعة طبعا زي الاستثمار لازم بفيه خارطة للاستثمار في مصر وده دايما الرئيس وجه ليه ويمكن لأول مرة في مصر احنا شوفنا زي الاستثمار بيتوزع فيه المحافظات خارطة للاستثمار في مصر وفيه ملفين فيه غاية الأهمية أعتقد أو تلات ملفات بالإضافة لحل مشكلة الطاقة ووعود الحكومة في إنهاء انقطاعات الكهرباء خلال الشهور القادمة ملف التعليم والصحة والصناعة وأعتقد دي وردة بالإضافة طبعا لإستعاب الحكومة لضرورات لأمن القوم والتوقعات لازم نبقى قادرين الحكومة يكون عندها قدر من التوقع زي ما احنا بنقول في احتمالات نقل بنود من الموازنة لازم يبقى عندنا احتمالات بنود من تغيرات السياسة الإقليمية والدولية اللي فرضت علينا تفاصيل كثيرة جدا واناكسات في الاقتصاد وفي المجتمع وفي الأسعار وفي الغذاء وفي غيره الصناعة وتوطين الصناعة أعتقد الرئيس تكلم في ده مرات كثيرة وعندنا صناعات حديثة جدا زي الرمال السودة زي الكوارتس زي الأسمدة والرئيس دايما كان بيقول انه عاوزين القطاع الخاص يدخل ربما ما ببقاش قادر يأسس لكن يقدر يدخل كشريك أو كإدارة أو كجزء من الشراكات لأنه الصناعة ملف مهم وعندنا منطقة الاقتصادية في قناة السويس عندنا ده ملف زي التعليم وهو أعتقد مهم في غاية الأهمية لأنه مطروح للنقاش طول الوقت وفيه المجلس الأعلى للتعليم اللي هو بمناسبة الحوار الوطني وملأ في الآخر الصحة اللي أنا بادعو الحكومة الحية ووزارة الصحة لاستفادة من مبادرات الرئيس في مجال الصحة اللي نجحت فيه القضاء على الفيروس سي القضاء على الفيروس سي ومئة مليون صحة وقوام الانتصال تطبيق ده بمعنى رفع كفاة المستشفات وتطبيق التأمين الصحي الشابل اللي أصبح ضرورة على اعتبار دخلنا على المرحلة التانية منه في التطبيق أعتقد أنهم هم حيشتغلوا عليها فورا فبيجانب فيه يعني حاجات عجلة وفيه تفاصيل مهمة في بناء العقل وطبعا الثقافة والوعي ودي جزء مهم قوي لأنه مصر على مدى السنوات اللي فاتت وإحنا بنكلم عددات يقولوا بتتعرض لحملات ضخمة الحقيقة طول الوقت فيه تشكيك وفيه كسر نفسه وفيه محاولة لتقليل من شأن كل حاجة وبدأوا مبكرا جدا ونفس الكلام على مدى 11 سنة ومصر مستمرة يعني اللي رهاب والدعايات فجزء مهم قوي فكرة الوعي وتعامل مع السوشيال ميديا وتعامل مع الإعلام كل دي نقط أعتقد إنها في الحكومة الجزء السياسي من أداة الحكومة الخاص بي شرح للناس زي ما الرئيس كانوا يقول التواصل مع الناس والرد بشكل جامع هو ده بلد أنا عايز أروح والشكاوى الحكومية من ايه؟ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اللي هي بتلعب دور مهمة ده مهم جدا علشان يبقى في التواصل مع الجمهور التواصل الرئيس طلب بأن تتواصل الحكومة فيه من الأهداف بتاعته أن تتواصل مع المواطن نصحتك إيه للحكومة التتواصل مع المواطن إزاي؟ هل عبر الإعلام ولا يكون فيه تواصل مباشر ولا أن يكون التواصل بالإنجاز هو عبر الثلاث حاجات يعني الإعلام مهم جدا وخاصة الإعلام الوطني بلعب دور أقصى من الممتاز في السنوات الأخيرة يعني فيه تطوير كبير جدا وأصبح هو أسلحنا في مواجهة كل الحروب اللي جايننا من الخارج حروب الجيل الرابع والخمس وأدى بنجاح لذلك عندنا نحن كدب إعلامية منتشرة مش أخبع عليك عبر الشركة المتحدة تستطيع أن هي تكون بهذا الدور وببراعها اتنين عبر الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية موجودة في كل مكان وبتقدم ولها مواقف بتعلنها يوميا يعني حزب جيال لذلك المثال لها مواقف يومي بعلنه اتجاه القضايا المختلفة وكل معلمه من الناس بطلعها في بيان وبينزل وده هم بأوروبي أيها بس أنا أتكلم هنا عن الحكومة أنت كحزب سياسي تتواصل مع المجتمع اللي أنت بتقنعه برأيك كحزب حزب الجيل أنا رأيي كذا وقد يكون لك تعليق أن تفعله الحكومة في الفترة القادمة ليشعر المواطن أن هناك زيادة في التواصل معاه ما هو ده عبرى 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 يعني أمرين رغم الأول المحافظين ينزل مع الناس في الشارع وسهل جدا للوقات الأسبوعية اللي بيعملها المحافظين ضروا فيها على مشاكل الناس المختلفة اتنين الإعلام ما بيعرض المشاكل الجمهرية بوضوح اللي حزب أيضا بدارة هذه المشاكل بوضوح على رجوع الحكومة أنها تتعامل معاه بإيجابية وأما بقى الوحد الأهم البرلمان ما النبوات بيعرضوا كل ما يعني للناس في تحت الكوبة سواء كان مجلس النبوة ومجلس الشيوخ تتعامل معاه ثم بقى الحوار الوطني أشكرك كان المخريات وصوات الحوار الوطني هي اللي بتعلم على دكتور أيمن محسب تبدأ جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الدكتور ضيارة شوان يوم السبت القادم يزدل صحيح وده قالك بشكل عاجل وحنبدأ في التحرك في بداية عقد الجلسات كيف ينظر الحوار الوطني إلى التكلفات وإنت متوقع أن يكون إيه هو الملفات الأساسية في النقاش خاصة أنت بقى الوقت عندك وزير الاستثمار صحيح وإنت لماسك لجنة أولويات الاستثمار صحيح وبالتالي إيه هو الملفات اللي أنت تعتقد أن الحوار الوطني حيركز عليها في الفترة القادمة عندما يعود لجلساته للعناقات في الشك طبعا من النهى الاقتصادية أو في الملفات اللي احنا مسؤولين عنها في الحوار حنتكلم على رفع العناء بسرعة عن الأسعار والأسواق ونبتل نعم عن عمية ضبط الأسعار للمواطنين دي رقم واحد رقم اثنين حنتكلم على الاحتياط النقدي وعدم المساس بيه بشكل أو بآخر وبنسمى تشجيع الاستثمار الأجنابي المباشر عشان يبقى في الدين عوائد بالدولار هنتكلم على التصدير وأهمية التصدير وفتح باب الحقيقة الصناعة وحتكلم برضه على الكلمة اللي قالها الزميل العزيز الأساس أكرم حقيقة لما تكلم على فكرة المبادرات الرئاسية احنا عندنا مبادرة رئاسية في الصناعة اسمها ابدأ لابد ان وزير الصناعة الجديد يخدها في عين الاعتبار ويبتدي يتوسع في ابدأ لتطوير الصناعة الحقيقة أثبتت وكانت الحقيقة مصدر فخر لنا لما عملنا المشاركة المصرية الأوروبية في المؤتمر الأخير قالت ان شباب مصر قادرين بالفعل ان هم خلال عام واحد فقط قدر يوصلوا 60% من حجم الاستثمار الموجود هؤلاء الموجودين الحديث التخرج في الكفور والنجوع في مصر كلها احنا قلنا بشكل مباشر ان احنا كده قادرين من هذه المبادرة وقلنا لمجرد بس ان احنا بتدي نرفع البيروكراطية عن الشباب ونبتدي نسهل لهم الاجراءات بيبتدوا ينطلقوا ويونتجوا كان ده الحقيقة مردوده كبير جدا وبالتالي الساد وزير الصناعة لابد نأخذ وكانت احدى توصيات لجان الحوار الوطني الخاصة بالاقتصاد ويا لجنة ان احنا نتوسع بشكل كبير جدا في هذه المبادرة بالتحديد ونطلق تشمل الصناعات الكبيرة هي اتعاملة الأول في المنصعات المتوسطة والصغيرة الآن بنتكلم عن الانتاج الكبير والصناعات الكبيرة فهذه المبادرة وهذا التميز فيها جرنا لن احنا خلاص بقينا ملف الصناعة مهم جدا عشان نقدر نحافظ على الاحتياط النقدي وتصنيف مصر الاقتماني وهذه العوامل الكبيرة جدا اللي بتخلي مصر تاخد مكانتها في العالم اقتصاديا ونسمى الشراقة تكون هيينة او تكون سهلة او تكون المستثمر الاجنابي بعد رأس الحكمة ده حصل لي حصل عشان تهيئة الاستثمار اللي حصلت نقدر نقول بشكل مباشر يعني ان الحوار الوطني في الفترة الاخيرة غير شكل مصر اقتصاديا اكد على ان مصر عندها القدرة قال ان مصر بوتينشان عالي او مصر جاذبة او فرصة كبيرة جدا للاستثمار كانت نتيجة ده وانا بقول 80% من الاتفاقية اللي تمت في المشاركة الاوروبية اصلها الحقيقة لحوار الوطني لانها كانت ثمار خبراء مصر وكافة الاحزاب السياسية والقه السياسية واسدت الجامعات ورجال الاعمال خيرة شباب مصر كمان اللي اشتركوا في الحوار الوطني والمرأة ومشاركتها اناتك عندها ايه رشدة حقيقية لاصلاح الاقتصاد وكانت اوامر عاجلة صدر 22 قرار من المجلس الاعلى للاستثمار بقاتة السيد الرئيس 18 قرار منهم خارجين من جوة الحوار الوطني توصيات سريعة جدا لتنفذ المرحلة الثانية من الحوار الوطني الحقيقة السيد الرئيس تفضل وقال لابد من تعميق هذه المرحلة بمعنى ايه تعميقها؟ هل سيكون ملف الدعم العيني او النقدي من اولويات التحرك مع الحكومة الجديدة؟ من اولويات النقاش نحن دائما في الحوار الوطني في الحوار الوطني دائما وابدا هناك اي افكار الحكومة اسنادت ده الحوار الوطني عشان يبقى فيه موافقة مجتمعية ومشاركة والحل الامثل لا يمكن ابدا هنتبدأ نطبق فكرة او من عدم او نصدر توصيات او من عدم ان لو احنا متأكدين وكافة الحزاب السياسية ان هذا هو الافضل للمواطنة الخطة الموازنة اهو الدكتور فخري بصيني اللي هو يا خبيس انت بتسأل سؤال هترجع لك على طول ما هي دي هترجع عند حضرتك ده يا فدم مش ده هيأثر هيأثر على الميزانية الدعم العيني والنقدي في النهاية هل تتوقع ان يتم اتخاذ القرار مش هقول في القريب العاجل ولكن في المدى المتوسط يعني ممكن نقعد شهر شهرين نناقش هذا الامر وثم يتم اتخاذ توصيات من الحوار الوطني خاصة ان في لجنة حكومية مشتركة مع قيادات الحوار الوطني وبيعملوا جلسات صحيح مش ده لو تم يا فدم ما هو ده ما تروح للحوار الوطني من خلال الالية الحوار المجتمع من خلال الالية الحوار الوطني جميل هو احنا عاوز اقول انه يعني امامنا اجندة مكونة من خمس نقاط فندم امرا واحد يا فندم لازم من اول يعني محربة الغلاء وخفض معدل التدخم ان الحكومة الجديدة ان شاء الله ان هي تنسخ مع المركزي على انه يوصل للمستهدف بتاعه وخلال حتى اقصى حاجة ويسرع تسريع الوصول الى كسر معدل التدخم الوصول المستهدف المركزي بنك المركزي عاوز يوصل للمعدل التدخم اقل من 10 في منير 5-6% كما كان ما قبل الحرب الروسية الاوكرانية وده مخبول ومعتادل المواطن يتحمل في العالم كل اه 5-6% فالنهاردة يبقى الحكومة تشتغل وخاصة المجموعة الاقتصادية تشتغل مع البنك المركزي بتنسيق على انه يصرع خفض معدل التدخم لانه سياسة مالية متشددة مع السياسة النقادية بتاع البنك المركزي متشددة طيب خلال الفترة اللي من النهاردة لحد نقول نص 25 سنة 25 يوني 25 مفروض ان المستهدف بتاع البنك المركزي خلال هذه السنة يوصل لرقم معتادل في التدخم خلال الفترة دي طالما ان احنا هننجح ان شاء الله في الوصول لهذا خلال فترة السنة اللي هتبقى فيها لهيب الاسعار ما زال بس بينخف التدريجين انا عاوز بقى تخفيف من الموازنة بتاعتي بقى تخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين خاصة الناس اللي على قدها وطبق شريحة كبيرة من الطبق المتوسط ابقى في هذه الحالة انا عندي بقى عندي الادوات بتاعتي اللي هو تخفيف الاعباء المعيشية اللي هو هو على صفيح ساخن في الفترة دي لحد السنة ما تقول معدل التدخم وهذا الصفيح الساخن يبدأ يهدى انا بشيل بقى بالموازنة عندي زيادة المرتبات لاستمرار في الجهود الحسيسة للحكومة في زيادة المرتبات اتنين زيادة المعاشات البرامج الحماية الاجتماعية تستمر من اهمها اللي هي تكافل منظومة لا منظومة الرغيف العيش والسلعة التموينية هنا بقى ييجي بقى الاحوار المجتمع هو الدعم بيوصل للمواطن بطريقة غير مباشرة يعني في رغيف الخبز انا النهاردة هدفع في رغيف العيش عشرين والحكومة بتدي صاحب المخبز او يعني بطريقة الجنيه اللي هو البيت التكلفة تم انا عندي مئة خمسة وثلاثين مليار في الموازنة المئة خمسة وثلاثين مليار في الموازنة دول في الباب الرابع اللي هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مئة خمسة وثلاثين مليار انا اشوف المستحقين بتوعي كام اللي هما مستفيدين اتنين وسبعين مليون بني ادم بيستفيدوا خلينا يا فندم فيه رغيف العيش غير السلعة التامونية فده اتنين وسبعين لا رغيف العيش خلينا هو المئة خمسة وثلاثين رغيف العيش والسلعة التامونية اللي اتنين مع بعض مئة خمسة وثلاثين لو انا بحسبة بسيطة كده طبعا ما بدون دخول في التفاصيل يبقى كل واحدة يعني هيحصل على في الشهر ميتين جنيه للفرض من السبعين مليون دول لو هو اسرة مكونة من خمسة يبقى ميتين في خمسة بكام هو مع البطاقة رب الاسرة هو اللي مع البطاقة وعنده خمسة عنده اربعة يبقى هياخد ميتين في اربعة يبقى تامونية ده اللي رغيف نعيش والزيت والسكر اللي هي السلعة التامونية طبعا دي مسألة بسيطة لكن فيها تفاصيل معقدة للغاية يبقى انا بوصله الدعم مباشرة هنا يبقى الحوار المجتمع من خلال الالية الحوار الوطني نوصل نعملها ازاي والتفاصيل والاليات نوصل يبقى الحكومة في هذه الحالة تكون جاهزة ده نمرة اتنين الحاجة الثالثة اللي هو تعزيز معدلات النمو الكعكة اللي بننتجها دي الافواهم السنية السكان بيزيدوا بواحد وثمانية من عشر كل سنة الافواهم يزيد يبقى الكعكة اللي بنتجها الناتج المحل الإجمال اللي نازم يزيد بثلاث أضعاف هذه الزيادة في السكان تلاث أضعاف معناها واحد وثمانية من عشر في ثلاثة يبقى معدل نمو المفروض في حدود الخمسة واربعة منها خمسة ونصف في المية علشان الافواها تأكل اللي هو واحد وثمانية من عشر والباق نقدر نحس بيه مستوى المعيش طب النمو ده اللي هزود مش عاوز استثمار يبقى الاستثمار نقدر تحفيز الاستثمار وجازم مزيد خاصة الاستثمار من 2 تريليون السنة الجاية اللي هو السنة اللي بدأت خلاص 2 تريليون انا الحكومة قلت انا والله هحط سقف على استثماراتي واحد تريليون عشان افسح المجلمين للقطاع الخاص انه هو يشد حيله ويمل تريليون الباقي يبقى الـ 2 تريليون 50 في المية الحكومة و50 في المية للقطاع الخاص طب ازاي النهار ده اجزب الـ 50 في المية للقطاع الخاص سوى المحلي ويطلع فلوسه من الت uma يطلع فلوسه من البيت عشان يستثمرها او اللي هيجي من بره يستثمر السمار اجنابه يبقى حسن مستوى ايه من حسن بيئة للسسمار ومناخ السمار المناخ السمار الخمس مكونات الاستقرار اتنين عاوزين اللي هو البنية تحديث البنية التشريعية احنا والحكومة بنحد سيفاندم مزوط يعني ايبين بهذا التحديث في البنية التشريعية البنية التحتية هنستكمل الباقي بتاعي احنا عملنا ما يقرب من 70-80% البنية التحتية يبقى نكمل واستكمالات ايبا فيه استكمالات الحاكتين الباقيين بقى دول اللي نشتغل الحكومة مطلوبة منها بقى اللي هو ايه البيروقراطية يبقى الرغمانة والتحول الرغمانة عشان للعنصر البشري يقل تدريجيا في الفترة دي انت كده بتعمل بيرو شتة متدخلة نحاول ان احنا نحب منه هعود اليك فورا احنا لعليه الملف الاساسي لان الرئيس طلب ان يشعر المواطن بجهد الحكومة ايه الملف الاول عندهم التواصل 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 يعني انت كنت بتكلم لأستاذ ناجي على فكرة انه ازاي الحكومة تتواصل فيه جزء اللي انا اتكلمت فيه في الاخر اللي هو منظومة الشكاوة الحكومية المباشرة اعتقد انه مع تغيير انتو احنا بنقول مغيرين اكتر من مية والنهارده بقى فيه صف تاني وتالت وشبابي يجيد استخدام التكنولوجيا والرقمانة وقاعدة المعلومات اللي الحياة موجودة في العاصمة الادارية والعاصمة الادارية لازم تكون عقل الادارة وقلبها يعني بمعنى انه عندي لازم فعلا البيروقراطية تنتهي اعتقد لو 28 محافظة 28 شاب في كل مركز شاب بتواصل باجهزة اتصال بقاعدة معلومات اقدر لو طلب علاج طلب تموين طلب حوار حتى مجتمعي ايضا ده كقضايا ملحة مبدئية وناس بتسرق من الاسعار بقولك الاسعار ما انا قلنا ما السيطرة على السوق ده انت اول حاجة انت قلتها احنا قلت ده انا قلت اللي هو الجزء العاجل السيطرة على الاسواق والاسعار بس كمان الحاجات دي مرتبطة في ملفات تانية يعني على سبيل المثال نسبة النمو والزيادة السكانية ده واحد اتنين لو انا بتكلم فيه عاوز اخفض ازود نسبة النمو لازم اوطن الصناعة بشكل كبير في اخلق فرص عمل فيبقى فيه برضو ده جزء من والتثقيف والتثقيف الناس انا عايز انزل بنسبة الزيادة السكانية من واحد وثمانية من عشرة لواحد واثنين من عشرة او مليئة مكفاية واحد في المئة اللي هيحصل يعني لماذا لم يتحدث معي احد عن الزيادة التي تأكل ما ننتج بالضبط فده جزء الوعي ده جزء الخطاب السياسي او الخطاب اللي هو من الحكومة تبقى موجودة مع الناس بشكل رئيسي انا مش بقول بالتأكيد طبعا في جزء الحكومة بتقدم برنامجها وبتاخد فرصتها انها تعمله لكن جزء مهم قوي جزء العجل وضبط الاسواق ويمكن كنا بنتكلم من مدة الرئيس فاكرين كويس انه كان بيقول للحكومة دلوقتي في قوانين السوق العرض والطلب احنا السلعة ما بترتفع عندنا احيانا بنبقى عندنا اكتفاء ذاتي من سلعة وتقفز اسعارها او يبقى فيه سعر مزدوج او يبقى فيه ارتفاع في الاسعار مستمر يمكن ده ايه دي من رمضان اللي فات لو احنا فاكرين انه سابتت لكن كمان انا لازم ابقى عندي الجزء اللي قاله الرئيس للحكومة انا لازم بتكلم الناس وتفاهمهم ان انا لازم يبقى عندي في ملفز الصناعة كل ما هفتح مشروعات صغيرة ومبدرة ايه ده وغيره بخلق فرص عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دي جزء مهم كده انه يبقى فيه ريادة الاعمال احنا بنقول انه فيه صف تاني وصف تالت النهاردة من الشباب المدرب اللي بيدير مشروعات ويعمل اعمال ويعمل ده ده كله جزء مهم لو انا بتكلم فيه ملف بيدر عوائد مباشرة ويستفيد من البنية السياحة كنشاط بيدر عوائد مباشرة وسريعة ونستفيد من البنية الاساسية من الطرق والنقل والقطارات والمترو وغيره اللي تفتح الباب للنوع العالمي من السياحة السياحة المتوسطة اللي بيشيل شنطته وييجي يقدر يلف في مصر كلها خلال خمس ست ايام وروح السياحة الثقافية والشاطئية وغيره الاستثمارات الاجنبية مش بس تبقى لازم في اندشاط الزراعي ولازم في التصنيع تعدد بالزبط كده عشان كده احنا بقى عندنا وزير الاستثمار الجزء العقار هارتة الاستثمار مهمة في الجزء العاجل برضو دا اكيد انا بشكركم جميعا لوجود حضراتكم معايا في هذه الفقرة اندكتور فخل في رئيس الاجنبية الخطة والموازنة في مجلس ناخدش رأي في الم 입 жд التاني في الدولت ihren No نعم لت اسomأ شهادة وملضة Right الجولة تانية والجولة التالية احنا لسه احنا لسه حانو نتابع الهدى بس ما بينكم سبقين بس سريعا تفضل لابد سريعا تحكيك الرداء الشعبي بش من الماضي ان انا اسمعش اراك ون ناس اراكوها معروفة معروفة من قبل معروفة حاليا ومعروفة بعد بتحية الرداء الشعبي صوتر على الاسواق مقومة الاعتكار مقومة جاشة التخجار لحد من خلال الأسعار مسألة الدعم العيني والدعم النقدي مسألة خطر خطر لأن المواطن لن يتحملها وانت في هذه الحالة تحول الرضاق الشعبي والغضب الشعبي لا بد من التماغ بعد إذن حددك دكتور ناجي بعد إذن حددك حدرتك مشارك في حوار الوطني تقدم بحزبك برأيك لأنه يحترم في هذا الأمر حين فتحت الحوار الوطني أنا أيضا سأناقش 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 محدش استعجل فقران من التوصيات الحوار الوطني موجود ونتمنى أن نسمع رأي حدرتك في هذا الحوار بشكرك جدا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل على وجود حدرتك معي المهاردة وزميلي العزيز الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع الدكتور الكبير وأستاذنا الدكتور فخر الفئي رئيس لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب وزميلي العزيز الدكتور أيمان محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني شكرا لكم على وجود حضراتكم معي عدة أخبار سريعة عايزة أقولها لحضراتكم الحقيقة عجبتني في هذا التغيير الأول الصورة الصورة التي ظهرت اليوم وهي صورة استقبال الدكتور علي مصلحي وزير التموين السابق لأستاذ شريف فاروق وزير التموين الجديد في المكتب للتسليم والتسلم الخبرة تقوم بتسليم الموقع إلى الوزير الجديد ودي صورة أهي قدام حضراتكم الحقيقة صورة جميلة وثقافة يجب أن تنتشر في الفترة القادمة على كل الأصعيدة وفي كل المناصب المختلفة حاجة تانية عايزة أقولها لحضراتكم ودي حاجة من الأرقام احنا بنعيش العصر الذهبي لتمكين المرأة المصرية تسعتاشر قيادة تسعتاشر قيادة أنا كنت محضر هذه الأرقام تسعتاشر قيادة من السيدات أربع وزيرات خمسة نواب وزير محافظة للبحيرة السيدة جاكلين الحقيقة جاكلين عازر ونلتقيت بها كثيرا وتنبأت عندما التقيت بها منذ عدة أشهر أو سنة أو سنتين تقريبا قلت لها في يوم من الأيام وأنا في لقاء معها إعلامي قلت لها أنت حتكوني إما وزيرة وإما محافظة رغم أن هي من باكراوند وخلفية على فكرة طبيبة أو دكتورة ولكن هي متخصصة جداً وكانت متعمقة في العمل في هذا الشأن عندنا تسع نواب للمحافظين المرأة المصرية في عصر دهبي من ضمن أيضاً الأحزاب وردود الأفعال المختلفة زي ما دكتور ناجي الشهابي شكر على ما حدث حزب مستقبل وطن أصدر بياناً هنأ فيه الشعب المصري وهنأ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه التغييرات وبكده يكون بدأت ردود الأفعال المختلفة هذا هو بيان حزب مستقبل وطن هنطلع فاصل وحنرجع تاني بعد الفاصل أنا عايز أتكلم عن 3 يوليو 3 يوليو بقى التغيير أو النقطة الفارقة التي حدثت في مصر النقطة الفارقة 3 يوليو 2013 اللي خلتنا نوصل اللي احنا فيه اللي خلتنا نقدر ان احنا نقعد نتناقش ده اللي خلستنا من كبوس ضفتي في الفقرة القادمة السيدة الكبيرة والقديرة القيمة والقامة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القاومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كل يوم